اشتركوا في القناة اليوم اعلننا رصبياً على حملة الحصاد والدرس على مستوى الولاية باتنا واليوم انا متواجدين بمزرعة نموذجية بالمعذب هذه المزرعة اللي اعلننا فيها رصبياً عن حملية الحصاد والدرس على مستوى الولاية وين رحنا شفنا بلي اليوم كين تحسن كبير فيما يخص طاقة الانتاج فيما يخص أيضاً التخزين على مستوى الولاية العام اللي فات كانت عام فيه يعني مأسات كبيرة وين كانت تضرر من خلال الجفاف اللي وصيبها بالولاية مقدرناش نتحصله على منتوج مرضي العام هذا بعد يعني تكفل بالفلاحين ورفع العراقين وبعد الأمطار الأخيرة التي صبت على مستوى الولاية باتنا وثولوج وأيضاً بعد دعم الفلاحين باستقل تكميله عن تاريخ الآبار وتوصيل الكهرباء ودعم الفلاحين بالأسبيدة بمختلف المواد الضرورية ومرافقة الفلاح اليوم على مستوى الولاية باتنا إن شاء الله نتوقع العام هذا أننا نوصلوا 900 ألف قنطار كمنتوج وندخلوا لمخازن أكثر من 500 ألف قنطار كمنتوج مختلف الأصناف قمح الليين وقمح الصل والشعير والخرطان وأيضاً نشوف باللي ووفرنا كل الإمكانيات الضرورية من آلات حصاد من شاحنات من صهاريج ومخطط للإسعافات والنجلة من طرف الحماية المدنية وحضور جميع الفاعلين تنصيب الشباك الوحيد على مستوى السيسي هلاس من أجل التكفل بالفلاحين وأيضاً نشوف باللي العام هذا إن شاء الله بعد النتيج المرضية اللي تحصلنا عليها أيضاً في طال برنامج رسيدة إيس الجمهورية تحصلنا على سمعة للتخزين من أجل ضمان الأمل الغذائي وضمان تخزين على مستوى الولاية وكان عندنا تخزين سعة لإجمالية 949 ألف قنطار بعد سمعة اللي أضافها لنا سيد رئيس الجمهورية في برنامجه اللي هي مليون قنطار وأيضاً مخازن من 250 ألف قنطار اللي تتوزع على خمس بلديات تصبح السيحة الإجمالية لتخزين على مستوى الولاية تفوق بزوز من 200 قنطار فلاح وموال وحصات وتع تراكتور وتع لاتوت وتع الخرفان تع الغلم من تع البقري من كل شيء الحصات اللي رأني نشوف فيه قادر يكون نسبة من تاع القنطار فيه 40 قنطار أبا ربي إن شاء الله كاين والتبن كاين والقمح كاين خير من خدمة ربي يبارك إن شاء خير ربي يبارك خير من العمل يفات خير من العمل يفات 200% إلى كمل نسخينا قلوبنا ونظنا مع بعضنا أبا ربي إن شاء الله يزيدنا ربي الخير اشتركوا في القناة إن شاء الله يتوقع العام هذا أننا نوصل 900 ألف قنطار كمنتوج وندخلوا لمخازن أكثر من 500 ألف قنطار كمنتوج مختلف الأصناف قمح اللين، قمح الصلب والشعير والخرطان أهداف تقريبا بلغناها لولا في الظروف قليل من الظروف الطبيعية وتغييرات المناخية أثرت على تقريبا في 30 ألف من مساحة المزرعة واليوم يمكن نحصد حتى 30 ألف قنطار إن شاء الله بمرضود يفقص الميليات الفاق بمرضودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودود